تبوى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي ولد عام 1924 سدة الحكم صيف العام 2005 إثر وفاة الملك فهد لكنه كان يتولى قيادة المملكة في الواقع منذ العام 1995 كان ترتيبه الثالث عشر بين أبناء الملك الملك عبدالعزيز الذي أعلن قيام الدولة السعودية في العام 1932 للملك 35 ولدا غالبيتهم من الإناث نتيجة تسعزيجات بحسب داتاريبيا قد فترة نهاية الخمسينات ومطلع الستينات في لبنان قبل أن يعود رئيسا للحرس الوطني الذي يتمتع بقوة مماثلة للجيش وعماده من أبناء القبائل تم تعيينه وليا للعهد بعد وفاة الملك خالد عام 1982 نجح العاهل السعودي في إبقاء بلاده بمنأة عن الاضطرابات التي تعصف بالمنطقة وحاول إجراء إصلاحات في المملكة الموغلة في التشدد الديني والاجتماعي تمهد لانتقالها إلى طور التحديث أمر بتنظيم أول انتخابات بلدية جزئية عام 2005 وقرر في أيلول سبتمبر 2011 السماح بالمشاركة السياسية للمرأة فمنحها حق الترشح والتصويت اعتبارا من العام 2015 فضلا عن تعيينها في مجلس الشورى لكن المرأة ما تزال رغم ذلك ممنوعة من قيادة السيارة كما حاولت تخفيف من قبضة الشرطة الدينية على المجتمع وأدخل إصلاحات طفيفة على النظام التعليمي حيث أمر بتشييد صروح جامعية أبرزها كاوست شمال جدة حيث يسمح للفتيات والشبان بالاختلاط فيما يشكل سابق في التاريخ الحديث للمملكة ومع اندلاع الحركات الاحتجاجية في العالم العربي قرر في شباط فبراير من العام 2011 إطلاق مشاريع إسكانية وتوظيفية ضخمة بكلفة 136 مليار دولار في بلد يأنه من النسبة المرتفعة للبطالة المتفشية في أوساط الجامعيين وخصوصا الفتيات حاول تخفيف الاحتقام بين الإسلام والغرب في أعقاب اعتداءات نيويورك والهجمات الدامية التي ارتكبتها القاعدة فعمل على تحقيق تقارب بين الديانات عبر تأسيس مركز مخصص لذلك في العاصمة النمسوية على الصعيد الخارجي تشكل إيران وبرنامجها النووي المثير للجدل وامتداداتها في المنطقة المحيطة بالسعودية الشاغل الأكبر للملك عبدالله وبالنسبة لسوريا فقد انقلبت تعاون معها لضبط الخلافات في لبنان إلى تباعد شديد بعد اندلاع حركة الاحتجاجات المعارضة لنظام الرئيس بشار الأسد اشتركوا في القناة